في خبرنا الأخير أعلنت شركة بايزر الأمريكية لصناعة الأدوية وشركة إلرغانا في أيرلندا إلغى صفقة الاندماج بينهما كانت من المفترض أن تؤسس لأكبر شركة تصنيع دواء في العالم بقيمة 160 مليار دولار أمريكي وأوضحت الشركتان فسخ عقد الاتفاق على الاندماج جاء بسبب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد دمج الشركات لأسباب ضريبية وكان الاندماج سيؤسس لأكبر شركة تصنيع أدوية في العالم متجاوزا شركة نوفار تيسا السويسرية هذا وستدفع فيزر إلى أيرغان مبلغ 150 مليون دولار أمريكي تعويضا عن التكاليف التي تكبدتها